اكد صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية دور المحافظات في التواصل المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين ومواصلة الإضلاع بمهامها بما يلعب بالطموح المنشود في الاستمرار بتطوير المدن والقرى كإحدى الأهداف الاستراتيجية للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاحل البلاد المفدى حفظه الله ورعى جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الإغضيبية سمو الشيخ خليفة بن علي من خليفة آل خليفة بمناسبة تعيينه محافظا للمحافظة الجنوبية حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يلبي طموح أهالي المحافظة الجنوبية والدفع بمسيرة الخير والنماء والتقدم للوطن التي يطمح لها الجميع من جانبه أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي من خليفة الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك وللعهد على تهانيه وتوجيهاته التي ستكون نبراسا يحتذى في أداء مهامه الجديدة محافظا للمحافظة الجنوبية بكل تفان وإخلاص وبذل كل ما من شأنه أن يصب في خدمة الوطن